بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يصحابي عاملين اه ربي كله بخير اه اه شوفوا حد يعرف ايه ده اكيد عارفين اكيد كلكم شاطرين وعارفين اه ده سلق السلق ده ان شفت الكمية ده كلها شفت الكمية ده كده جرت جابتلي يعني تقريبا شوال ونص كده يعني شوال اه شوال ونص واكتر من ونص كمان فهي هم عندهم ارض وهم مش بيشتغلوا مش بيستعملوا فقلتلها انا السلق ده مهم جدا في حياتنا وطعمه جميل وليه فوائد ودخل كده على جوجل واعمل بحس هتتلاقي حي واقوي فطبعا اه قليس اللي انت بيتحبيه قلتلها طبعا فراحة اه احنا بصوا احنا بنجي نشتري بنشتري مثلا حابة قد كده يعني قد كده حابة قد كده بنطبخ بيهم فشوفوا بقى الكمية ده كلها انا ده وقت هجب لكم اه صورته اول لما اجي وحططوا على الارض كده فرجت له ملاية وحططوا على الارض معنا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش خطوا في اي خده شوفوا كمية كبيرة جدا بسم الله ما شاء الله شوفتوا الكمية طبق كبير ان شاء الله شايفين طبق كبير جدا وانا ايه استغلت بقى قدمت وقلت انا بتعالي عمله معي يلا احنا بجيب شوية صغيرين وبنعملهم وخلص بنبخهم اه شوف هم انا قطفته كده طبعا هو في عرق كمان عايزة تشل منه وانا بخسله انا ما غسلته شوفه ايه رملت ازاي اه احنا بنخسله على الناشف بنقطفه على الناشف خالص شوفهم شوفهم اه دون طبعا العود دون بيطلع اهه ما عالش اليد بيترحوا وبتيجي هو العود دون بيطلع بيبقى الورق ولو ولو حتة من العود كده ما فيش مشاكل يعني ايه على قد ما بنقدر بنطلع بنطلع اه السلق دون بيتعامل مع القلقاس وبيتعامل مع البطاطس اه هنعمله معاكم بعد كده ان شاء الله بس انا طبعا الكمية كبيرة جدا علي فانا هعمله ايه انا قلت انا هخسله وزبطه واعمله واعمله كياس في التلاجة واهد بقى الحمي بماء وكده يعني انت عارفين يعني تهد وتحبه وطبعا واهد صاحبة دي صفرة الشان اه صاحبة السلق دون طبعا هي مش عايزة حاجة ومفتعرفش تعمله وقالت لحنا عمرنا مكلناه ومقلناش فيه كده قلت لها لا انا لما عمله هقولك ايه تعمل الطريقة ازاي وهو هيبقى جاهز يعني انت هتطبخي وتحط ده جاهز على طول يعني شو لما بتلاقي عبطي ده بطلعه ونقل عدن دي كلها اهان عاشا لان الكمية كبيرة فايه كتعايزة وقت كنا لازم نخلص اه اليد برضو ايه بتروح وبتيجي شوفو اهان شايفين معاش انا بقى ايه مسكة باد واحدة ومسكة الموبايل وبشتغل بالتاني اهو بنعمله كده وبنخسله وبنخسله وبنصفي ما بنشفوش بيصفة بس يعني حتى لو طلعنا على ملايا نظيفة ماشية لو حبة لو احنا مسلا كمية قليلة زي اللي بنتبخها دي مسلا بنطبخ شوية ادي كده بيبقوا محلون اوي 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 كمان يعني ممكن اقللي من كده اه احنا بنجيب شوية دول وبنضيح ففي بقى الناس بيحطوا في ايه او في طريقة تانية يعني بيحطوا فيها ايه الكسبرة الناشفة برضو بتتغسل وبتتقطع معاه وشوفهم بقى مع بعض هنعمل اخي انا ان شاء الله هعمله هكيسه وهوزع الحبيبي واخواته وقريبي وجراني وكتير اوي كتير اوي يعني ماهوش مش قليل كمان احنا مع بعض ان شاء الله وهنشوف هنعمل ايه اه بعد ما نخسله وننشفه شوفه نعمل ايه طبعا انا كنت بقصد الكسبرة الخضرة وانستولت الكسبرة النشفة فهي طالما هتتقطع يعني والكلام دوا اكيد انتوا عرفتوا ان هي الكسبرة الخضرة كده بتتغسل كزا مرة لغاية لما المية بتاعتها تبقى بادة زي الفل وبنطلعها على ملاية من صفيها اه او لو كمية صغيرة بتطلعها في مصفة عادي دقائتين وبتشتغل بقى طبيخة عليها وده شكله بقى بعد ما غسلناه وخلانه زي الفل وصفناه طلعناه في مصفة وفردناه على الملاية نظيفة على اساس ان انا ايه يعني عشر دقائق كده بالكتر خالص وهبتدى اشتغل فيه انا مش عايزا ينشف يعني انا عايزة بس ايه هي الصفة عشان لما حطه على النار ولا حاجة ما يبقاش ايه في مياه كتير ودلوقتي يا حبيبي جبنا التوم مفروم كمية حلوة يعني ها مياه محترمة بسم الله نضب التوم مشاهد بل ولا حاجة وهو لسه وليسه مصف مية كده بخط عليه بسم الله وطبعا انا الحلة السبيرة جي برضو انا عملينها بطنة شبيرة اوه 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 اشتركوا في القناة 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 خضرة خضرة هسيبها تبرد شوية وبعد كده هتحنها في الخلاط ماشي وهسيبها تبرد وعبها في كيس لحد ما نيجي نطبخ انا وردتكم دين بس عشان خلصت لكن كل الكمية اللي انت شفتوها بص عملت الحلة دي بس شوف انا عملتها في حلة مفيش مقلية هتاخدها يعني شوف انا عملتها في حلة اه هسيبها شوية كده يعني ديقتين وهطف عليها هي وريحة التون بقى ما مقلقوش عليها في منتاج جماعة وعلى فكرة الطرقها دي اسمها سلق ولمون يعني بطاطس سلق ولمون قلقاء السلق ولمون يعني مش هتصحصح الا باللمون اه دلوقت هي انا انا كده وانا معاكم اهو كده اطفع عليها بسم الله كده طفعت عليها وطفعت على التانية اسيبهم يبردهم وحطهم في التلاجة او حطهم في الخلاط افرمهم واجزقهم بقى وحطهم في التلاجة اضحنا نعمة حلوة نعبها باقي نعمة حلوة نعبها باقي نعبها في الكيس كده ودي حباب الكمية اللي طلعت من السلق بعدما اضحنا بعدما نشفناها ونشفناها وحمرناها بالتومة يعني نصف تحميره كده وطحناها بالخلاط او الكبه وكيسناها الكيس ده هو طبعا كبير احنا ممكن لما اطبخه ممكن نقسمه على مرتين لكن انا عملت الكيس كبير عشان الكياس ما كانتش عندي بالزيادة تمام يعني اوه الكيس هوا نحل اوه الكيس ده وانياخد طبختين يلا جربوها واكتب لي بقى اللي يجربها اكتب لي في الكومنتات امكانت الطريقة عجبتكم انا عارفة ناس ما بيحبوش السلق بس لو جربوه ودخلوا على جوجل وسألهم عن فوائده هيتلاقى فوائده عظيمة وما فيش حاجة خلقها ربنا تطلع من الارض وما تكونش كويسة يلا نجربو مع بعض وان شاء الله بقى جربو مرة كده وقال لكم بيتعمل ازاي لو عجبكم الفيديو ما تنسونش بقى في اللايك وكومنت حلو كده منكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته